سلامة اليوم اشتركوا برساة اللي بشكوتو التونسي الزمني بشكوتو العيد متاعنا على الطريقة الاصلية بشكوتو العادة والعوايد مقادير مضبوطة بشكوتو متاعنا اللي استنسنا بيه اللي نعملوه كل عيد حاجة سهلة وبسيطة والبنة ما نحكي لكم مش هشوش يتجرمش يزوب دوبين في الفم وطول نقول لكم بالنسبة للناس اللي ما تحبوش يكون يتجرمشها كيكا ويحبوها تري كيفش يعملو الطريقة كيفش يتبعوها بشيجيهم البشكوتو متاعهم تري وبالنسبة للناس اللي كيفي اللي يحبوه هكا في اكد جرميشة هذيك البنينة حلو بنين خفيف يعمل ستة وستين كيف مش لازم حتى للعيد تنجموه تعملوه حتى في سيور الايام مع قهيوة الصباح مع قهيوة العشية حاجة تعمل ستة وستين كيف طبعوني وشوفوا الطريقة رهي سهلة وبسيطة على الاخر خذيت لنا كيف ما تشوفوا انا خذيت صحفة كبيرة بشن نجم نخلط فيها مليح حتيت فيها ستة كعبة عظم نجمو انتم تنجموه تعملو نصف الكمية اللي يساعدكم انتموه على ستة كعبة عظم بش ناخدو ثلاثة ساشيات سكر فانينا على خطر لي ما نحب شريحة العظم في الحلوة بصراحة هذيك عليش ديما نحط الفاني تنجموه تحطوا فانيلي كيد اللي يساعدكم انتموه ولي موجود عندكم نجموه تنكوه وراه بقشور برقدان زيدة وما ننساويش باتباعة رشة الملح هذيك اللي نأكد عليها ديما انا اللي هنا اللي بشكوتو متاعي بش نكوه بماعة رشية حتيت ثلاثة مغارف كبار متاع ماعة رشية بش تتنحى ريحتك العظم كمبلتما مل بشكوتو خطر بصراحة لو كان نشم فيه ريحة العظم ما نجمش ناكلوه خلطهم شوية كيف ما تشوفوا هكاكا وطوى بش نزيد الكونتيتين متاع السكر انا حتيت ثلاثة ميتة جرام سكر راهي مع الستة كعبة العظم و الكونتيتين متاع الفانينا اللي بش نحطوها جاي بشكوتو معدل بالضبط في الحلوة بالنسبة للناس اللي تحب تنقص نجم تنقص ولا تحب تزيد رايت نجم دي ما نقول لكم الحلوة كل واحد او ضوكو اما راو 300 جرام تكفي بالغرض سافاي جي بشكوتو مريجل لهنا بش نقعد نزيد في الكونتيتين متاع السكر كيف ما لاحظتو هكاكا بشوية ونخلط مليح مليح حتى لين يضوب السكر قبل اماتنا وجداتنا يخلطوا بيديهم نصور ناس الكل حذروا عليها هذية كيفاش يخلطوا العظم مليح مليح مع السكر انا استعملت الفويت نجم تستعملوا حتى البطر من بعض الزيت 300 مليلتر قد الزيت قد السكر استعملت ولنا بش نزيد شوية جلجلين راني انا الجلجلين في البشكوتو مانرحيهوش وزيت عليه شوية هذيكا لوز مهروش الكونتيتين حطوا قد ما يساعدكم منتوما تنجموا تستغنوا عليهم زادت نجموا تحطوا الكونتيتين اللي تحبوا عليها تنجموا تحطوا اقل انا تقريبا من كل حاجة حتى 80 جرام متاوى بش نزيدوا الفيرينة كيفما لاحظتوا قدركم مقادير بسيتة موجودة في كل دار نجم تعمل بها رسيت بشكوتو تونسي زمني على اصوله ابنين يذوب ذوبين في الفم يعمل 66 كيف وكيفما قلت لكم مش بالضرورة للعيد اكهوت نجموا تعملوا حتى في سيور لايم ودجار شاركت معاكم مقبل طريقة كيفاش عملت البشكوتو من غير مكينة نجموا تشوفو تنحط لكم اليام تاعو وشوفوا الطريقة راو عليش ما صعبوهش على رواحكم حتى من غير مكينة تنجموا تعملوا بشكوتو ابنين يذوب ذوبين في الفم كيفما لاحظتوا الهناي حتيت ثلاثة ساشيات متاع خميرة جاتو الساشي تقفيها 10 جرامات معناها الكل في الكل 30 جرام اذا كان انتوما ساشيات متاعكم فيهم 15 جرام تعملوا زوز اكهوت واذا كان كيفي انا 10 جرامات تعملوا ثلاثة بالنسبة للفارينة نعرف برشا بشي يسألوني شنية نوعية الفارينة اللي استعملت عني استعملت الصوملة الذهابية لهنا كيفما تعرفوا طوامش متوفر برشا الفارينة اللي نلقاه هنا اخوه قعدت نزيت في الفارينة بشوية بشوية كيفما تشوفو هكاكا وطوى بش اللم بيدي العجينة متاعنا راهي ما يلزمها تكون الترية لكن راهي متتلصقش في اليدين خاطر اذا كان بشتخلوها تتلصق في اليدين من بعد بشتاعبكم برشا في الماكينة وبشتوحوا لما تخرجوا شمعكم في ساعة الهناء انا في العادة راهي الكونتيتي هذي تاخو مني كيلو فارينة بالضبط لكن بحكم حجم كعبة العظم تنجم تاخو اكثر و الا اقل بالنسبة لي انا اخذيت راهي اكثر استعملت كيلو ومية وخمسين جرام بالضبط فارينة انتوما وحسب حجم كعبة العظم تنجم تاخو اكثر تنجم تاخو اقل قعدت نزيت في الفارينة بشوية حتى هلين لميت العجينة وردوا بيلكم تعجنوها رانا ما نعجنوهاش شوفو التكستور متاع العجينة كيفاش راهي ترية في اليدين اما متتلصقش كيفما قلت لكم لانا اتواقنا بش نخدمها في الماكينة استعملت الماكينة بالضبط كيفما تشوفو سهلا تخرج في ساعة العجينة متوعتنا متلصقش في اليدين متلصقش في الماكينة متوعتنا مليحم ليهم منبعد بشتعتيكم ريزلتات صدقوني روعة بشكوتو يهبل ابنين يذوب ذوبين في الفم لانا كيفما تشوفو بش نقعد انا نحذر نوريكم من الطريقة كيفاش نخدم نحذرهم الكل نحطهم على البلوندو ترافاي ومنبعد نقص سوف ينجيوا للطريقة للناس اللي تحب البشكوتو متاع حيكون تريم وقت اللي انتو ما تشكلوا هكا كعبة البشكوتو متاعكم ما تحطوهمش دي ركت في الفور خليهم في الطبق شوية بش يخمروا شوية في وسط الطبق ومنبعد خلوهم لزوهم شوية لبعضهم بش منبعد يلسقوا في بعضهم يضاعف الحجم متاحهم مليح وما تخليوهمش يحمروا برشا في وسط الفور حطوهم على ميتين درجة النار منفقوا من اللوطة وعينكم ميزينكم كل واحدة تعرف الفور متاحا تنجم تراقب البشكوتو متاحا اذا كان تحبوه يقعد تري متخليوهوش برشا اهوكا هو بش معناها يتيب من بره مليح ومن داخل كتحلو الكعبة تلقاوها تريا وشوشا والذوب في الفم بالنسبة للناس كيف موقت لكم اللي تحب كيفي انا البشكوتو يبدأ يتجرمش من بره ومن داخل متحبش فيه اكتراوه هذيك من داخل تحطوه على مية وثمانية درجة بشيخو اكتر وقت في الفور تخلي وهي اتيب مليح ووقت اللي تشكلوه وتحطوه في طبق ما تخليوهوش تخمر الطبق اللي يحضر دريكت تحطوه في الفور خلي وهي حمار ووقت اللي هو يحمر بشي تباشمت هذيك من بره يأتي اكل لون الدوري المزيين ويجيكم يتجرمش من بره ويتجرمش من داخل هذيك راهو السر اكهاو نفس المقادير هي بيدها جسد طريقة التطيب هي ليشكيف كيف كيف ما قلتلكم اذا تحبوه تري من داخل خليوه في الطبق شوية تو يضاعف الحجم امتاعه ومن بعد كي تنفخراه بش يقعد تري من داخل لهني شوفوا الطريقة انا كيفاش نعمل قلتلكم منحضرهم الكل فوق البلوند ترافاي قصيت عيني ميزاني الحجم اللي نحب عليه بتبيع انتو ما قصوا الحجم اللي تحبوا عليه اذا تحبوهم طويل شوية تحبوهم اقصار اللي يساعدكم دخلوهم للفور ردو بيلكم واحدة تعرف الفور متاحا قديش معناها هي الدقرية هني قلتلكم تطيبوهم على مية وثمانين درجة عيني ميزانكم كيف تشوفوهم سيي خذوة كل لون الدوري تخرجوا كعبات اللي بشكوتو وتحطوا الطبق اللي بعدو تاكلوه بالصحة وبشفاه ان شاء الله تجربوها الرسيت ومتأكدة كي بش تجربوها رهي بش تعجبكم على خاطر بالحق رهو بنين بنين قد ما نقولكم بنين وشوية صدقوني بنا ما نحكي لكمش مقادير بسيتة تنجمو تعملوا رحي كونتي تاي كبيرة هبطت لي هذية معناها جوز كيلو فارينا وستة كعبات عظم عملت بيهم كونتي تاي كبيرة اللي بش يقولولي النجمو نعوذو الزيت بالزبدة ذي باركم تنج متعاوذو زحيح بش تفرق في المطعم اكهو اما رهو تنجمو تعملوه ذا بالزبدة ذي بار اللي يساعدكم من توما لهنا انا حاتيتهم في الطبق دخلتهم دلفور وكعبت البشكوتو بتاعنا حذروا موتكم ومنشاهيكم بنا على بنا حسيلو اكا نكهة الجلجلين واللوز زادوه بنا وبتبيع ريحة العطر شية وما فما حتى ريح هذا العظم قضيت عليها لحسيلو بنا ما نحكي لكمش معا قهوة حليب وإلا قهوة كحلة يعمل ستة وستين كيف شوفوا كيف شيد القرمش نحشوش يذوب ذوبين في الفم رسات سهلة وبسيطة وكل مرات ونسية في دارها تنجم تعملها ومقادير بسيطة نعملو كونتيتي كبيرة نودكم ومنشاهيكم طبما بقالي كان بش نقول لكم بسلامة وفيلامين نتلقوا في فيديو جديد ان شاء الله